تحياتي رأيذن تأخذ جديد هذه المرة حول فلسفة روزا لكسنبور بين السلطوية والأمامية مقدمة تقول روزا لكسنبور الحرية هي دائم من حرية أولئك الذين لا يفكرون مثلنا ولادة روزا لكسنبور في بولندا الروسية في 5 مارس 1871 القرب من لوبلاين في زاموسك تنحدر من عائلة من التجار اليهود التقدمين نسبين عندما كانت تفلة تتلقى رعاية تتلقى رعاية يعني سيئة من إعلقة في الفخذ وستتعرج بشدة والحياتها من المدرسة الثانوية حيث أجرت دراسية رائعة شعرت بالتعاطف مع الاشتراكية الثورية كانت ناشتة في الحزب الاشتراكي الثوري البولندي منذ سن السادس عشر وقامت بالبروليتاري على رغم أنها بدأت الدراسة في وارسو إلا أن نشاطها السياسي أجبرها على الفرار إلى سويسرا في عام 1889 مثل العديد من الثوار الآخرين يعني عندما وصلت إلى سن الثامنة عشر في جروخ استأنفت دراستها واختتمت بأطروحها في الاقتصاد السياسي بعلمان التنمية الاقتصادية لبولندا ونشرت عام 1898 هناك شاركت في تأسيس حزب الديمقراطي الاجتماعي الحزب الاشتراك البولندي وليو تياني مع ليو جوجي تشيس وقامت بحملة من أجل وحدة العمل بين العمال الروس والبولنديين وستكون أيضا منذوبة من بولندا المؤتمر الدولي للثالث الأممية في عام 1896 حيث ستعرض أفكار انجلز بشأن مسألة الاستخلال البولندي حيث دعمها الأخير يعني دعمها ماركس خلال حياتها وانجلز أيضا دعمها خلال حياتها وخلال زواجها من الطبيب الألماني حصلت على الجنسية ألمانية وتقلت إلى برلين عام 1898 حيث كانت ناشطة في الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الأممي الثاني هناك التقت ببيبل كاوتسكي قبل كل شيء كلارا زيتكين التي ستظل رفيقة وصديقة والحيات قد أحيت الجناح اليسير الأممية خاصة كارب جعلت من نفسها الوريثة الإديولوجية لكارب ماركس قد أكدت صفاتها كمناظر الإشتراكين من خلال مجادلة الإسلاحيين بقيادة إدوار برنشتاين في ألمانيا وإليكسندر ميلي إيران في فرنسا لكنها عارضت كاوتسكي أيضا أدارت أيضا مراجعة جريدة العام الساكسوني وسامت في الزمن الجديد في عام 1899 شاركت في المؤتمر الإشتراك الدولي في باريس وكتبت في العديد من المجليات الإشتراكية الألمانية قبل أن تشارك في إخراج لابزيغ صحيفة الشعب بين عام 1901 و1902 توفيت في عام 1903 تلبت مؤتمر ديرزدن الحزب الإشتراك الديمقراطي إدان التحريفية برنشتاين أدى خطابة إلى حكم عليها من قبل السلطات الألمانية بسجن ثلاثة أشهر في يناير 1904 في الربيع سنت نشرت أسئلة حول تنظيم الديمقراطية الاجتماعية الروسية وهذا عارضت لينين بشأن تنظيم الحزب في سبتمبر كما سجنها للقضاء عقوبته في 1905 عندما دلعت الثورة في روسيا عادت تروزا لكسنبور إلى وارسو ثم ذمر وشاركت فيها ألقي عليها القبض وفضحت قناعاتها وأرسلت إلى السجن بين مارس ويوليو و1906 في وارسو يعني وكانت عنه شكل إعدام تلقي الإعدام وبعد ذلك الوقت القصير أطلق سراحة ووضعت قيد الغقام الجبري في فنلندا في كوكالا حيث كتبت إضرابات جمهرية وحفلات وأنقبت عادت إلى ألمانيا في سبتمبر حيث شاركت في مؤتمر منهايم الحزب الشراك الديمقراطي بسبب حديثها حكم عليها مرة أخرى بالسجن لمدة شهرين مقبل السلطات الألمانية في سنوة 33 ذلك وجدت نفسها مهمشة وخاض على رقابة داخل حزبها الذي اختار بشكل متزايد اندماج الطبق العامل في المجتمع الرأسماني من 1907 إلى 1914 درست في مدرسة الديمقراطية الاجتماعية في برلين محاضرة وعلقت محاضرة نشرتها تحت عنوان مقدمة في الاقتصاد السياسي دافت عن فكرة الإضراب الجماهيري باعتبار الوسيل الرئيسي للعمل الثوري قضت عقوبتها من يونو إلى أغسطس 1907 كما كتبت تراكب رأس الميل سنة 1913 وهو عمل حاولت فيه إظهار أن تطور الإمبرياري الرأسمالي سيؤدي إلى تعزيز الصراع الطبقي من خلال العمل الثوري الذي قم به في ستابر النفس العام في فرانكفورت ألقت خطاب واندعت فيه إلى تأيخ الأعمال ذات الحرب مما أدى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة عام في يولو 2014 شركت في اجتماع الأخير للمكتب الاشتراك الدولي في بروكسي أدى تطور حزب الاشتراك الديمقراطي إلى التصويت على اعتمادات الحرب في عام 2014 من خبل هذا الحزب إذن روزا لكسنبور إلى جينب كارب لبكين نيخت تعارض الانجراف الحربي وربما تواحد معارضي الحرب بحولها في ستابر أصدرت مع لبك نيخت وريزدكين وفرانس ميرينك بيانا ذات موقع الحزب الاشتراك الديمقراطي مع تشكيل تيار ثوري داخل الحزب الاشتراك الديمقراطي في ديسمبر اعتقلت في فبراي 2015 انتهزت الفرصة لكتابة أزمة الديمقراطية الاجتماعية تحت الاسم المستعى جون يوس عام 2015 ظهر العدد الأول من الدولية والتي شارك في تأسيسها مع كارل إليب نيخت ثم هذا الذي صحيفه بسرعة في 1 يناير 2016 انعقد المؤتمرات المجموعة الدولية والتي أصبحت فيها بعد أربية سبارتاكيس عضوان وصدر في الربيع عام 2016 حثت الناس مع كارل إليب نيخت خلال موضعات 1 مايو 2016 على قتال ضد الحال اعتقلت مرة أخرى كإجراء وقائي في 19 يولوي وبقيت في السجن حتى 8 نوفمبر 2018 أغم كل شيء نشرت مقالة في رسائل سبارتاكيس بين رقم 1 إلى 20 سبتمبر 2016 إلى رقم 12 في أكتوبر 2018 كما ألفت كتبا في السجن بعنوان الثورة الروسية خلال ذلك فترة تم الترضب من حزب الاشتراك الديموقراطي ونظمت سر الحركة سبارتاكيس الثورية وهي سليلة الحزب الشوع الألماني ومع ذلك يعرف الحزب العديد من التقلبات مع اندماجيات مع الحزب الاشتراك الديموقراطي المستقلي وانشقق مجموعة أساسة حزب آخر ومقاره هو بريمن في نهاية أكتوبر 2018 تم إطلاق صراح لبنخت وتمرد بحار كيل في 4 نوفمبر تولى السلطة مجلس من العمال والبحارة هناك في الثامن منه هو الإذراب العام والقيسر وغادر البلاد ويتولى الحزب الاشتراك الديموقراطي السلطة ومع ذلك وحاول أيضا الحفاظ على الملكية تم تحرير لوكسنبور من قلعة بريسال وعقدت على الفور اجتماعا في ساحة البلدة كتبت البرامج وحددت تكتيكات هذا العزب الذي تأسسه في نوفمبر 2018 مع البنخت وكلارا سيدكي كتبت العديد من النصوص التي أعجبت فيها بشغفه لكن نقدي بالثورة البولشيفية الغريب من ناحية أخرى هنا ستعارض سلام بريست لتفوق لتوفسكي في 16 نوفمبر 2018 صدر الأول من صحيفة العالم الأحمر كتبت فيه من 17 نوفمبر إلى 14 ديسانبر ظهر برنامج سبارتاكوس في 30 ديسانبر 1 يناير 2019 أن عقد المؤتمر التحسيسي للحزب ألقت خطابها في البرنامج الشهير وهي تشارك تضامن مع العمال في كومود برلين قبل الثورة بوقت قصير جمع الحزب 250 ألف شخص في برلين وعندما دلعت تمرت سبارتاكوس في 6 يناير 2019 قادة روزا لوكسنبور صحيفة تشكيلها السياسي العالم الأحمر رغم أنها عارضت في البداية الثورة نشد الحكومة الاشتراكي الديمقراطية الحق في إنشاء بيليشيا في ريكو ريس تم تشكيل لجنة ثورية الإطاحة بالحكومة لكنها لاستفاعلة جداً ولكن 500 ألف شخص في شوارع برلين إن الحزب غير قادة على إدارة الأزمة بسبب نقص القوى العاملة والموارد الحكومة ترد بالضربات والملساقات تدعو إلى قتل قاتل حزب الشوع الألماني ومنشورات معادلة السامية في أربعة شهنين أفلسان ونساعتاش ظهرت من قالتها الأخيرة في صحبة العالم الأحمر يسود النظام في برلين تم القبض عليهم معاكار ليبنيختي وقتلت في أحد خمسة شهنين أفلسان ونساعتاش بأمر محتمل من جوزيف نوسكي مفاوض الشعب والاشتراك الديمقراطية مسؤول عن قمع التمرد حياتها انتهت برساس فرساس في سيارة ألقت جثة لكسونبور في قناة في حديقة تيرغارتن فما هي المحاور الكبرى في فلسفة روسا لوكسونبور نبدأ بنظرية روسا لوكسونبور الاشتراكية من يرغب تقوير لوكسونبور من يرغب في تقويت الديمقراطية يجب أن يتمنى أيضا تقويت الحركة الاشتراكية وليس الأضعافة ونبدأ النضاء من أجل الاشتراكية هو التخليف في نفس الوقت عن الحركة العملية والديمقراطية نفسها في كتابة الإصلاح الاجتماعي عن الثورة تعارض روسا لوكسونبور النزعة الإصلاحية التي دفع عنها برنشتاين إذن الأخير بسبب إثراء الطبق العام لأعتقد أنها استطيع دفع برنامج العمل الثوري للحزب الشيوع الألماني روسا لوكسونبور ترفض التخلي عن فكرة النهاية الضرورية للنظام الرئاسمي الذي يجب أن يهلك من تنقضاته وإلا فلا لأن الاشتراكي لم تعد ضرورة تاريخية لأن تطور الاعتمان أو تكوين الكارت الأكتسادية يبرز التناقضات فإن التروحة برنشتاين خاطئة على خلاف ذلك ترى روسا أن ميل للرأس المالية يشكل العنصر الأكثر أهمية والميز الأكثر بروزا لتطور الحديث في الواقع يرافق توسع المصارى التاريخي الكامل لرأس المال قد اتخذ في مرحلة الإخيرة الحالية الإمبريلي طاقة متهورة لدرجة أنها تدعو إلى تشكيك في الوجود العذر الكامل البشري كما لا تعتقد دروزا لكسنبور أيضا أن الطبقة العاملة تستولى على السلطة بحجة أن مطالب النقابات تتقدم فالنقابات مقتصرة على النظام من أجل الحفاظ على الأجور وليس لها أي سلطة على واقع التوظيف أو سوق العمل دولة تنشرت اجتماعي فقط إلى الحد الذي تتوافق فيه مصالح طبقة رسائدة أي طبقة البرجوازية مع مصالح طبقة العاملة لكن هذه الأسباب في أن الأسلاحات الاجتماعية وليس غاية في حد الاتورية ممكن أن تحاول محل هدف الاستيلاء البروليتاري على السلطة يجب أن تخلف الشعوعية بالضرورة الرئاسمالية وأي محاولة التكيف مع نظام الانتياج خاطئ روزا لكسنبور تنتقد نظام التعاون العمال أن الأمال التي تغذت بشأن السياسة البرلمانية لا يمكن إلا أن تبدد ستدافع البرلمانات فقط عن مصالح الطبقة البجوازية ويمكن للنظام الرئاسمالي أن يتبنى أنظمة سياسية أخرى غير الديمقراطية يختلف الإسلاح جذرياً عن الثورة لأن الثورة تعني الانتقال من نمط إنتاج إلى آخر بينما الإسلاح جزء من نفس الإطار الإنتاج الرئاسمالي أي شخص يقرر مصال الإسلاحات من موجوب القانون بدل من معارضة الاستيلاء على السلطة السياسية وثورة الاجتماعية لا يختار في الواقع مسار الأكثر هدوءاً وأماناً وأبتأ من شأنه أن يؤدي إلى نفس الهدف ولكن يختار هدفاً مختلفاً بدل من إنشاء نظام اجتماعي جديد يختار أن يجلب إلى النظام القديم فقط تعديلات إسلاح اجتماعي أو ثورة وهكذا تقول يعني أروزا الأكسوبور في الإضراب الجماهيري الذي تدفع عنه تدفع أروزا عن حزب ونقابة وعن فكرة أن الإضراب الجماهيري جزء من ميدان النظام الاجتماعي بروتين هو أساس إنشاء مؤسسات اجتماعية جديدة خاصة في ظهور نقبة العملية الروسية بعد إضرابات 1896 يعني 1902 1903 الإضراب الجماهيري جزء من الديمومح حتى عشرة سنوات ريستي هو الحدث الفريد الذي يتوقعه لا سلطة ويوم والظاهرة السياسية التي يلغب الحزب في فرضية ظاهرة متحركة لن يمكن توقعها في ذلك يكون العنصر التلقائي حاسماً يمكن تحلم الحركات الثورية في المدرسة ضد موقف الانتظار والترقب للنقابات الديمقراطية الاجتماعية الألمانية ولكن أيضاً ضد نظرية الحزب الشوع الذي يؤيد الإضراب التظاهري ويفكر في تيارة الحركة من أعلى تصور روزا الكسنبور على حقيقة أن تدخل عبر العمل الذي يجب أن تشكله البروليطاري في وعيها بدل من منقشات العقيمة روزا الكسنبور تدفع عن الأممية الراديكالية أن مبدأ حق الأمم في تقرير مسيرها يبدو لها مبدأ مجرد يعني يخفي المصالح الطبقية للبروجوازية يجب أن يخذ هذا المبدأ العمل الدولي للبروليتاريا في مجال العلاقات الاقتصادية تدفع الطبقات البروجوازية بخطوة بخطوة عن مصالح الاستغلال ومصالح البروليتاريا العملية وتقرير مسير الأمة عن تاريخ الحركات الوطنية والنظام من أجل المصالح الوطنية التي يواجهها في تاريخ المجتمعات الحديثة هي حركات طبقية عامة للطبقة البروجوازية الحاكمة والتي إذا كان مناسبا لها ولأحد ما يمكن أن يمثل أيضا مصالح طبقات الشعبية الأخرى سؤال الوطني والاستقلال الذاتي في الدولة القومية هي مقولة تاريخية مرتبطة بتطور الرأس مالية التي تم إنشاؤها لتشك إلى سوقا داخلية متجانسة وسوقا خارجية من خلال العسكرة الاستعمارية والتالي فأن البروليتاريا لتحقيق الاشتراكية لا تعتمد كثيرا على فكرة الدولة القومية بقدر ما تعتمد على متطلبات الديمقراطية الاقتراع العام ومتطلباتها الثقافية التعليم الجماهيري نذير تركم رأس مالية تسائل حوله كيفية إعادة إنتاج نظام الإنتاج الرأس مالي نفسه الكتاب الثاني من الرأس مالي اكشف ماركس رياضيان عن إمكانية تطور التطور الأساسي للرأس مالي وإعادة الإنتاج غير محدود لدورة الإنتاج والأستهلاء كيف يمكن التفريق بين هذا التطور وفلسفة التاريخ هذا التطور الرأس مالي وفلسفة التاريخ التي تؤكد أن النظام يشب أن يهلك من تنقضاتها الخاصة تسنت روزا الكتاب الضوء على حقيقة أن رأس مالي يحتاج إلى استغلال الموارد التي تنتمي إلى دول أو أغمى غير أسمالية مصدر الناس على العسكرية والاستعمارية وهذا المنتلقي يدفعها إلى مضاعفة الأزمات ومخطر الحرب ويقودها إلى لحظة التي لا يقعد فيها مجال الاستغلالي الثورة الروسية متدهت روزا الكتاب الضوء لينين الذي أثبت أن الثورة في روسيا لم تكن بضرورة أن تمر بمرحلة برزوازية ومع ذلك قد انتقدت البريشة في عدد أمور أولا لم يجمعوا الزراعة بشكل جماعي ثم منح لينين حق الأمم في تقرير مصير مع رفض أي ممارسة لديمقراطية الاجتماعية داخل البلدين حال الجمعية التأسيسية وزراء حرية الصحافة والتجمع وزراء الاقتراع العام إلى أخيرهم يعني حال الجمعية التأسيسية يقضي على السيلة بين الجماعية وش مموثي لها السنتاج الذي تواصلت إليه هو مالي من يقارع لصالح المصار للسلحات القانونية بدل من السيلة على السلطة السياسية وثورة الاجتماعية والذردة ليختار في الواقع مسار أكثر هدوء وآمن وأبدأ يؤدي إلى نفس الهدف ولكن هدفاً واخترفاً وهو فبدل من إنشاء مجتمع جديد كانت هناك تعديلات سطحية باحتها للمجتمع القديم ليس إلغاء العمل المأجور ولكن الجرعة بالإضافة لإستغلال أو تقليل وكان القرار هو المزيد من التجذير والتخلي عن الإسلاحية العنصر الموالي هو اتخاذ المسافة النقدية تقول روزا لكسونجور إنه نشد انهيار العالم القديم الذي ينهار بأقسام كامل يوماً بعد يوم والأمر الأكثر إثارة لداشة هو أن معظم الناس لا يلاحظونه ويعتقدون أنهم ما زلوا يسيرون على أرض صلبة إن التحليل الذي قاد لينين وتروسكي لتأكيد على أن الهيكل الديمقراطية برشوازية خاطئة من صعب تخيل أن سيطرة المصالح الواسع على الطبقات الشعبية يمكن أن يتحقق بدون حريط التجمع أو تكوين الجماعيات تنتقد روزا لكسونجور مفهوم إرادة السلطة من منظور الإرهاب الإرهاب يأتي بنتائج عكسي أن الثورة والحياة الفكرية والنشاط والمسؤولية الذاتية للجماعير يمكن أن تجعل من الممكن تغلب على المحانة التي وجهتها أثناء النظام قد وضع لينين وتروسكي باعتبارها تمثيل الحقيقي الوحيد للجماعير العام لإنشاء الهيئات التمثيلية الناتجة عن الانتخابات العام ولكن إذا تم خامق الحياة السياسية في جميع أنحاء البلاد فمن المحتم أن تكون الحياة مشلولة أكثر في السوفيتات أيضا لكن إذا خنقت الحياة السياسية في جميع أنحاء البلاد فلابد أن تكون الحياة مشلولة أكثر فأكثر في السوفيتات دون انتخابات عامة ودون حرية صحافة واجتماعات بالعواق ودون مواجهة حرية من العراف أن حياة أي مؤسسة عامة من حيث المبدأ فأن العصبة هي التي تحكم إنها في الواقع ديكتاتورية ولكن ليس الدكتاتورية البروليتارية على هذا نعم دون انتخابات عامة دون حرية صحافة واجتماعات غير مقايدة عنصر النشط الذي لا يزال قائما هو البيروقراتي لا ديكتاتورية أو ديمقراطية بل ديمقراطية برزوازية الاشتراكية وطنية إنها المهمة التاريخية البروليتارية عندما يتعلق الأمم بالسلطة قامت ديمقراطية الاشتراكية عن طريق استبدالها بالديمقراطية البرزوازية وليس قامع كل الديمقراطية لم تعتقد يعني روزة أن تصويت الشعب يمكن أن يؤدي الاشتراكية ستعرف طبقات الحاكمة كيف تمنعها لكن من ناحية أخرى لديه ثقة كبيرة في الجميع شعبية ثورية عندما تؤكد أن الحرية هي دائما حرية أوليك الذين لا يفكرون مثلك فهي ليست دعوة لمنح الحرية الجميع دون تمييز ولكن تلك التي تمنح الجماهير هي في دورهم كصناعة الثورة ضد أعداء الثورة فإن شاد القمع ضروري ولا يمكن تصور حرية الصحافة يجب أن تسمع الديمقراطية للإنسان الاشتراك الجديد بأي تغيير كامل في عقلك الجميع التي شوهتها قرون من الهيمنة وتعلمه الاستقلال وهي الذاتية أنها حقيقة لا جدال فيها لإطلاق أن هدون الحرية غير محدودة للصحافة وهدون الحرية مطلقة في التجمع وتكوين الجماهير فإن هيمنة الجماهير العارضة أمر ليهم كنت تصوره حرية فقط لأنصار الحكومة من أجل أعضاء الحزب مهما كان عددهم ليس الحرية أنها دائما حولية أولئك الذين يفكرون بطريقة أخرى لقد شكل ماركس وإنجليز بالطبع وكذي كليني بشكل النقدي مصادر رئيسية لفكر في هذا الإطار نظلت روزا من أجل الأممية والعدالة الكوكبية وعريط المرأة والمساويات اللامشروطة وصرحت بأن القضاء على الرئاسمالية والملكية الخاصة لا يمكن أن يتم في بلد واحد يضع النظام الاشتراكي حدا لعدم المساويات بين البشر واستغلال الإنسان للإنسان والتهاد شعب من قبل شعب آخر سوف يعني يحر المرأة من الاستعباد للرجل لن يتسامح بعد الآن مع الأثهاد الدين ومجراء من رأي خاتمة تقول روزا الكسنبور أن المهمة التاريخية على عطق البروليتاري ومجرد مصولة إلى السلطة هي إنشاء ديمقراطية اشتراكية بدلاً من ديمقراطية برجوازية وليس قمع كل الديمقراطية بإتقانها التهم لما فيهم بمراكسية تمكنت روزا الكسنبور من بناء تحليلها الخاص من خلال دراسة الجوانب الجديدة للرأسمالية الاستعمار وتركم رأس المال والاستقلالية الذاتية ومن خلال التنظيم الأممية التي تعارضها القومية ونظالات التحرر الوطني وأنها مرتبطة بالأفكار الديمقراطية وهي تعتقد أن الثورة لا يمكن أن تأتي إلا من عفوية الجماهية وليس من طليعة مستنيرة ستكون ديكتاتورية حفنة من السياسيين وليس ديكتاتورية البروديتارية بالنسبة لروزا الكسنبور كما هو الحال بالنسبة لجميع الماركسيين فإن الجماهير المنظمة يعني مستنيرة ومنضبطة في تنظيمها السياسي هي القوة الدافعة للنظار من أجل الاشتراكية كانت روزا الكسنبور تشك بحق في الجماهير العظيم غير المنظمة من أتبعها الذين كان الجهة الأول أساس ومنظير وحتى بتبرد المفاهيم الشمولية التي أعلنها الانينيون والأصلاحيون في متعلق بالعلاقات بين الجماهير والقاعدة قد سرعت في هذا السياق فجميع الثورات السابقة كانت أقلية صغيرة من الناس التي اتخذت اتجاه النظار الثوري ومنحته هدفا وتوجيها واستخدمت الجماهير كأداة لقيادة قواته إلى النصر والفوز بالمصالح الخاصة مصالح الأقلية صفت القول أن الاشتراكية يعني أندروزا الكسنبور هي الخطوة الأولى التي لا يمكن تحقيق النصر فيها إلا لمصلحة الأغلبية العظمى وبفعل الغالبية العظمى من الشعب العامل ولكن ما هي الركيز العلمية في نظريتها والتي منحتها الراهينية متجددة يعني هذه روزا الكسنبور كتبت التطور الاقتصادي لبولونيا والأسلاح الاجتماعي أم الثورة وأسئلة حول تنظيم الاجتماعي الديمقراطي والأضراب الجماهيري وأسئلة وطنية واستقلالية الذاتية وتركم رأس المال وأزمة الاجتماع الديمقراطي ثم كذلك اكتبها المشهور الثورة الروسية شكرا جزيلا على حسن انتباهكم أرجو أن تكون محاضرة قد أفادتكم إلى اللقاء المحاضرة قادمة